يعني هذا عرض وهذا عرض المهم أن يتم الاتفاق في تلك اللحظة أو في ذلك المجلس أن يتم الاتفاق على أحد العرضين ما تبقى القضية متردلة هو يعرض ما شاء جوزه تطوله تقصيد طويل تقصيد قريب ما في مشكلة في تعدد العرض أو طريقة البيع لكن المهم أن يتم الاتفاق بين الطرفين على أحد هذه العروض وبالتالي يعرف السعر ويعرف وقت التسليم وعدد الأقصاط وعدد الموعد والآجال المتفق عليها لا حرج إذا تم الاتفاق على واحد منها تحر الله عليكم شيخنا